وحول ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار المستشار الدكتور مالالا الحمادي أستاذ القانون العام المساعد أهلا بك دكتور في معنا في مركز الأخبار إذن نحتفل اليوم بهذه الذكرى العزيزة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني ذكرى التفاف شعب مملكة البحرين حول قيادة سيدي جلالة الملك المعظم بهذه الوثيقة طبعا التاريخية التي أسست لمرحلة جديدة من تاريخ مملكة البحرين تأخذنا الأذان حقيقة لذلك المشهد الجميل في التصويت على ميثاق العمل الوطني بداية المشروع دكتور كانت بداية ديمقراطية أولا من جانب تشكيل لجنة من مكونات المجتمع لجنة صياغات الميثاق وأيضا من خلال الاستفتاء الشعبي العام بالتصويت على ميثاق العمل الوطني حدثنا عن هذه نعم شكرا على الاستضافة بداية طبعا يعتبر ميثاق العمل الوطني نقطة مضيئة وتحول هام في تاريخ البحرين الحديث وذلك وتلك الأهمية تكمن في عدة أمور من ضمنها أن مشروع الميثاق انطلق بإرادة ملكية خاصة ومن ثم تم عداد مواد وبنود الميثاق من قبل اللجنة التي شكلت التي تفضلت فيها وهذه اللجنة طبعا شكلت نخب من مختلف التخصصات من مجتمع البحرين فبالتالي ساهم الشعب البحريني في صياغة أيضا موضوع أو صياغة بنود الميثاق هذا جانب الجانب الآخر أيضا أن تصويت الشعب البحريني بنسبة طبعا التصويت بصفة عامة بنسبة فاقة التسعين في المئة والتصويت بنعم بنسبة 98.4% هذه تعتبر للأمانة ملحمة وطنية عبر فيها الشعب البحرين عن تلاحمه مع قيادته وأيضا عبر فيها عن اهتمامه وموافقته التامة لما ورد في ميثاق العمل الوطن نعم أيضا دكتور بالنظر لهذه الوثيقة هذا العقد الاجتماعي بين الملك وشعب مملكة البحرين والذي ساهم بشكل كبير في تطور مملكة البحرين ونهضتها وبل حقق أيضا استدامة في العديد من القطاعات وهذا يرجع الفضل بالتأكيد لهذه الوثيقة بفصولها ومبادئها الموجودة فيها حدثنا عن مساهمة هذا الميثاق ودوره في عملية التقدم الفكري لمملكة البحرين أو التقدم حتى في جميع مجالات العمل الوطني نعم بل شك الميثاق العمل الوطني ساهم كثيرا في تطور الفكر للشعب البحريني ولمختلف طبعا مكونات الشعب ونلاحظ هذا التطور الحاصل من خلال ما يثار اليوم في مختلف وسائل التواصل وأيضا في المجالس الشعبية وأيضا حتى ما تبديه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من آراء ومن اقتراحات فنلاحظ هناك طرح جاد وأيضا حراك الديمغراطي في مختلف هذه الوسائل وفي ذات الوقت أن الشعب يوصل أو قام بتوصيل آراءه وأفكاره من خلال طبعا ممثلية تحت قبة البرلمان وأصبح بالتالي أيضا حتى الحكومة برئاسة صاحب السمون الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أصبح التعاطي بصورة أفضل فيما يتعلق بما يثار تحت قبة البرلمان وفأيضا ما يتعلق بالتعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأيضا ما قرره المثاق من استلزام إنشاء المؤسسات الدستورية المختلفة على سبيل المثال المحكمة الدستورية والمجلس العلال للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا ديوان الرغاب المالي والإدارية كل هذه المؤسسات الدستورية التي أنشأت تتطلب بطبيعة الحال تعامل من قبل الشعب وتتطلب أيضا تفكير وتتطلب أيضا استفادة معينة واستفادة خاصة مما وفره المثاق فللأمانة للمثاق دور كبير في تنمية الفكر للشعب البحريني بمختلف مكوناته وها نحن نجني طبعا ثمار هذا المثاق ونحيي هذه المناسبات السعية نحييها ونحن متأكدين بأن بهذا المثاق سيبقى دائما حجر الأساس والمحور الأساسي للتقدم وبناء المستقبل كذلك شكرا لك المستشار الدكتور مالالا الحمادي أستاذ القانون العام المساعد شكرا أعطى وجدك شكرا لك شكرا لك